تجربة الكتل السياسية في العراق خلال 17 عاماً مضت لا تدعو للتفاؤل في إمكانية تحقيق إصلاحات في البلاد حيث أن هذه الكتلة غير قادرة على التنازل عن المكاسب التي تحصل عليها وهي تناقض غاياتها ومآربها في تصريحاتها المؤيدة لحكومة غير متحزبة هذه النظرة التشاؤمية في مستقبل العراق والتي تحاكي واقع البلاد المرير كانت حاضرة في مقال بصحيفة واشنطن تايمز الأمريكية سلط الضوء على ما جرى ولا يزال في العراق واشنطن تايمز قالت أن الأحزاب السياسية المتشضية في العراق اختارت محمد توفيق علاوي مرشحاً توافقياً كحل وسط بينها ليكون رئيساً للحكومة الجديدة بعد أن أسقطت التظاهرات الشعبية الحاشدة حكومة تسالفه عادل عبد المهدي ترشيح علاوي قوبل برفضاً كبيراً من قبل المتظاهرين بسبب عدم تطابقه مع شروطهم فضلاً عن ملفات الفساد التي تخصه وذهبت الصحيفة أبعد في وصف الحالة العراقية الراهنة بعد أن صادق مغتط الصدر على ترشيح محمد علاوي لرئاسة الحكومة وبات شغله الشاغلة التنديد بالمتظاهرين وحشد وتحريك ميليشياته التابعة لإيران من أجل قمع وإنهاء الثورة الشعبية التي تصر على أسقاط الأحزاب الحاكمة والنظام بكل رموزه واشنطن تايمز أكدت أن الإيرانيين يتلعبون بالسياسة العراقية وقالت إن معظم العراقيين يعرفون ذلك أما البرلمانيون الذين يخدمون إيران فرأت الصحيفة أنه بدون الدعم المقدم من مستشاري فيلق القدس الإيرانيين الذين يقودون ويسيرون الميليشيات التي تقمع الاحتجاجات الشعبية المشروع المناهضة لإيران والحكومة فسيكونون في مأزق كبير بحسب تعبير الصحيفة والتي ختبت بقالها بتحميل الإدارة الأمريكية مسؤولية الفوضى التي يعيشها العراق لأنها سمحت على مدى الأعوام الماضية بوجود حكومات سيئة في بغدادة تخضع للنفوذ الإيراني وتأتمر بما تمليه طهران عليها